أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأهمية البالغة التي تمثلها منطقة الأهرامات للمصريين والسائحين من مختلف دول العالم والتي تعبر عن الحضارة المصرية القديمة تمثل أحد عوامل الجذب الرئيسية للسائحين وقد جاء ذلك خلال اجتماع بمقرر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدخل منطقة الأهرامات ومحيطها حيث أكد مدبولي أن المشروع تطوير المدخل والمنطقة المحيطة سيسهم في تحسين التجربة السياحية بها وذلك قد شهد الاجتماع تناول عدد من الموضوعات التي تخص أعمال تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات ومحيطها الجارية ومن بينها تطوير بوابات الدخول الواقعة على طريق القاهرة الفيوم